للمزيد ينضم إلينا هاتفيا المهندس يوسف أو فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية أهلا بك بشي مهندس أهلا بشي خير يا فن نسان نور أهلا بك معنا برأيك ماذا تمثل استضافة ورئاسة مصر المؤتمر العربي الدولي على خامس عشر للثروة المعدنية برعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني خلينا كده يعني نمشي بالتاريخ شوية كان آخر مؤتمر عربي عرض في القاهرة في 99 والنهاردة احنا في 2018 بنتكلم على ما يقرب من 20 عام اللي يعود المؤتمر مرة أخرى قاهرة برعاية ثامية وبرعاية معالي تقامة سيد رئيس الجمهورية عبد التحتيفي وتشريفه بالنهاردة بتفتاح المؤتمر وتفقد المعرض المصاحب الذي يدي رسالة قوية للمستثمر أن مصر النهاردة بتحط التعديل على القريطة الاستثمارية النهاردة بتتكلم على معرض المصاحب فيه أكثر من 33 أو 30 عارف وهناك مؤسسات مالية موجودة في المعرض وتشارتك لما تعرف المؤسسات المالية دايما بتروح لي المشروعات الذات المقاطر الأليلة وبالتالي النهاردة ما بتلاقي في بنوك مؤسسات مالية موجودة في المعرض المصاحب لهذا المؤتمر بتتكلم على أن هناك فرص التسمارية وعيدة في فتاح التعديل في مصر بتتكلم على رؤية داعها وزيري بتقول وعيد سياغة فتاح التعديل في مصر بتتكلم على معدل نمو 2% من ناتج يمال محلي زي ما عالي وعيدين أرضا تميته قدام سيادة رئيس عشر إليه في الخمس ساعت القادمة كل هذا التسائل الإيجابية بتتكلم على أن التعديل إن شاء الله أحد قاطلات التعديل قادم إن شاء الله بدراسات وبإعادة رسم خريطة سياسية أخرى في التعديل في مصر إذن إذا أردنا أن نتحدث عن أبرز القضايا والموضوعات التي أناقشها المؤتمر نحن مشاركين من عندنا أكثر من 20 دولة أكثر من 55 باحث وجامعات علمية نحن نتحدث عن أوراق عمل في جميع التخصصات نحن نتحدث عن أوراق عمل بتتناول الاستكشاف والإنتاج والتصنيع والتسويق كل هذه الأوراق العمل وتبادل خبرات بين الخبراء العرب والأجانب والمصريين بيدي صورة إيجابية للاستثمار التعديل وفرص للاستثمار التعديل في مصر إن شاء الله شكرك شكرا جزيلا المهندس فكري يوسف وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية كنت معي عبر الهاتف من القائرة